بالتأكيد مستمرين في جولتنا الصباحية المنوعة هوانا الوطن ونتحدث عن الأدب والفن والإبداع والكتابة ومن جديد نرحب بضيفنا داخل الستوديو الرواي الفلسطيني معاذ جهاد أهلا وسهلا فيك سيد صباحك أهلا وسهلا فيك سيدك رب نتحدث عن إطلاق رواية جديدة لحضرتك وهي رواية ابنة الشيطان بعد الرواية الأولى لتقرب النساء واللي حظت نجاحي كتير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وحبوها كافة الناس فحبين نحكي عن فكرة رواية ابنة الشيطان أول شي صباح الخير صباح الخير لكل المشاهدين فكرة رواية ابنة الشيطان اللي هي الرواية الثانية من بعد لتقرب النساء الرواية الأولى اللي اتفت عليها والحمد لله يعني عملت نجاح كتير حلو كان في الهصادة جميل في كتير ناس حبوها في كتير ناس أحبوها بغض النظر أنها عملت شيء كتير حلو بهذه الوطن فعم بطلع اليوم بالرواية الثانية وهي رواية ابنة الشيطان رواية ابنة الشيطان شوي ممكن أحكي أنها متربطة أكثر من لا تقرب النساء متينة أكثر فكرتها أقوى عم بحاول يعني أوصل لفن جديد أو لا إشي خاص فيه على الأقل فكرة ابنة الشيطان هي بتحكي عن فكرتين أساسيات الفكرة الأولى إيش ممكن يصير لو اثنين أصدقاء حبوا نفس البنت نعم هاي رواية ممكن نعتبرها رواية اجتماعية رومانسية وفي منها جانب سياسي بمعنى أنه ممكن نأخذ هذولة اثنين اللي حبوا نفس البنت كقالب سياسي هذا الإش الأول والإش الثاني أنه إيش ممكن يصير لو كاتب معين التقى بحد بشبهه كثير 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 وقرروا أنهم تبادلوا شخصيات تخيلي واحد كاتب التقى بحد على إشارة رصيف وهذا الحد بشبهه كثير هذا الحد بشتغل بانشارجي بمصالح سيارات يعني وقرروا أنه هذا الكاتب اللي طول هاي الفترة الكبيرة بحياته أو آخر فترة بحياته عم توقيع روايات بدو ينشر رواية مش عارف إيش إلى آخر عم بدو يبدل مع الحدا اللي بمضي معظم الوقت بتصليح السيارات اختلاف في الحياة هاي هي بتعالج فكرة أنه كثير ناس بيحكوا أنه لو إيجالنا هاي الفرصة من مدل حياتنا ما واحد تاني إيش ممكن تصير أنا بحطيهم هاي الفرصة بحكي لهم إيش ممكن تصير يعني هي فكرة الرواية يمكن تكون خيالية نوعا ما ممكن تكون خيالية وممكن تكون قائية طيب أنت كيف تحاول تشخص الأحداث والظروف وتكون ملأمة شوي للواقع يعني أداة بتخليها قريبة وفيها هيك تناغم بين حياتنا اليومية هلا كداش فيها تناغم مع حياتنا اليومية أنا مصل لدرجة أنه عم بحكي لك ببطل هاي الرواية اسمه عاد جهاد بمعنى أنا عم بحكي لك أنه الكاتب اللي عم بكتب لك هاي الرواية هو عم بيحكي عن حاله طيب هذا تلميح أنه تكون الرواية وقعية لربما عن حياتك أو لا؟ يعني هذا مش تلميح أتصريح صفا تصريح يعني هيك تصريح يعني إذا ممكن واس أحكي أو أقرأ المقطع الأول منها اللي هو في شيء اسمه عتراف عن الرواية بحكي عتراف أنا لست الكاتب الحقيقي لكامل هذه الرواية أنا شخصاني مني أحدهما قتل في حادثة سير والآخر من أكمل كتابة هذه الرواية حادث الأمر في الثاني من تشرين الثاني حينما دعاني معاد جهاد الحقيقي للتمشي معا وعرض علي شيئا لم يكن في الحسباني يوما أن أصبح أنا هو بكامل تفاصيله لن تصدق وليس المفروض منك أن تفعل لكننا نشبه بعضنا بشكل لكننا نشبه بعضنا إلى درجة كبيرة الفرق أنه قوي متماسك واثق من نفسه بعكس أن الضعيف الهاش الذي لم يكن نفسا يوما ووفق أن يكون بديلا عن نفس قد توفت اتفقنا أن أصبح أنا هو على شرط قد أخللت به ألا أحب نفس الأنثى التي قد أحباه هو وبعدما وفقت بسرعة أطلق قهقهة كبيرة وقال أنت لا تعرف ما ينتظرك الآن بعد فترة عرفت كم كانوا صادقا وكم كنتوا أبلها بالموافقة على هذه الخديعة طيب شو خطر لك أنك تعيش هذه التجربة؟ ممكن أحكي كانت عندي فرصة أن أعيش هذه التجربة كانت عندي فرصة كبيرة أن أعيش هذه التجربة ممكن كل شيء كثير خيالي يعني بمحد الصدفة ولا بتفكير وتخطيط منك لحتى تعيش تجربة جديدة ما فيه إشي اسمه بتفكير مطلق أنه يطلع الإشي عندك من لا شيء وما فيه إشي اسمه صدفة بحثة بمعنى أنا عبد مجهد أول إشيين صارت معي صدفة معينة حياتي وصارت معي هذه الصدفة كبرتها شوي وطورت عليها بتعرف حطناها شوي تبهرات وإش ممكن يصير لو عجد هذه الإشياء صار بالواقع يعني هلأ الرواية ممكن تكون شوي فيها لمسة خيالية بس كثير قريبة بالواقع يعني لو صارت ممكن تصير بكل تفاصيل الواقع طيب شبت توقع ردود الأفعال من القرى عليها والله أنا بطلت أتوقع ردود الأفعال بعد الرواية الأولى أنا بحكي أنه إشي مبسوط منه تعبت عليه رح أنشره وليحدث ما يحدث نعم هلأ يعني ضروري أنه النواة حضرتك عم تكتب من عشر سنين وليساتك بتدرس بالجامعة كيف بلشت حكايتك مع الكتابة والأدب هذه القصة حكيتها سنة اللي فاتت هون الحب أن تذكر فيها خصوصا أن روايتك عم تنجح وإلها صدق كبير الحمد لله القصة بدت من صف الرابع كانت أول قصيدة إلي عم بحاول ألقيها تخيلي حد بالصف الرابع يعني عمر عشر سنين عم بحاول يطلع ويلقي قصيدة على السماعة على إذاعة كانت مدرسة إذاعة ستيج صغير وعم تلك قصيدة وتنسى اسم القصيدة وتنسى إشهي القصيدة وتصير خلق نسيت وتطلع من تعطي المايكروفون الأستاذ ونسيت نسيت خلاص وتقرر أنه لا لازم أخذ فرصة ثانية بالصف السادس بدأ الإشي شركت بمسابقة الخطابة جبت الأول على فلسطين والثاني على الوطن العربي ما شاء الله وبعدها اتجهت شوية للمسرح مش هداك المسرح يعني ما عماقت كثير من المسرح أحس كانت كتجربة لسه لشاب صغير عم بحاول يشتغل بالمسرح يش صغير بالإحداثة جبنا الأول على فلسطين بالمسرح بمدارس كانت مسوقات مدارس وبالتوجيه جبت الأول على فلسطين بالشاعر والخامس على الوطن العربي بالشاعر ماشاء الله أكيد وبعدها اتجهت للرواية أها وحابين نحكي أنه الرواية سيتم إطلاقها قريبا قريبا كثير 4-12 سيكون توقيحها بجامعة كيرسيت كنت حاببة أخليها مفاجأة بس رح نعملها هون كمان توقيح بجامعة النجاح أكيد طبعا أهلا وسهلا فيك بس أول توقيح لها بيكون بـ 4-12 إن شاء الله كل التوفيق إن شاء الله إن شاء الله وحابة أسألك إذا بيختلف أسوبك بالكتابة أو المصطلحات بين الروايتين لا دائما بحكي أنه الكاتب هو عبارة عن كمية من المصطلحات وكمية من الأفكار تكبر شوي هلأ الكاتب اللي بيضل عن نفس هدول المصطلحات ما بيتطور ما بيتطور يعني واحترامي بيموت أو بنضب شوي شوي في هاي الرواية ممكن تكون حبيت إنه تكون صراحة الكلمات أبسط شوي مش أعقد يعني شوي الرواية الأولى كانت كثير مبالغ بالمفردات بالوصف بالوصف كان كثير مبالغ هاي أبسط من ناحية الكلمات وأعقد من ناحية الفكرة حبيت نضلنا على نفس صحيح أقل شوي بعدد الصفحات أكثر شوي بالأحداث أقل شوي بالوصف أعتقد أكثر شوي بالعقد الموجودة فيها أو بالأفكار الموجودة فيها نعم إحنا أنت شواءتنا كثير لحتى نقرأ الرواية كل توفيق لك من انتظر الإبداع بحياتنا لك الرواية الفلسطيني معاذ الشهادي سعد صباحك تاني مرة لتصفحات الموجودة فيها أبسطيني مرة أعقد الموجودة فيها لتصفحات الموجودة فيها شكرا